السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والله سعيدكم يا جماعة الخير جمع المهمة باللغة الألمانية للمبتدئين طبعا اللي دائما بيسألني كيف تكون كوين الجملة انت كمبتدئ عرف شغلتين ثلاثة فاعل 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 تكملة حاليا هيك كويس كتير لعلك أو تضمير فاعل تكملة مثال إش قيهة إش قيهة يعني أنا أذهب إش قيهة طبعا فيك تكمل إش قيهة نشت أنا لا أذهب إش قيهة اندي شولة يعني فلك كذا آآ قاعدة تكملة انت كمبتدئ فاعل فاعل تكملة أو ضمير فاعل تكملة تمام إش قيهة يعني أنا أذهب إش نامة إش نامة يعني أنا أأخذ فاعل نامة يأخذ الحرف اللي ها بس تجي قبل أحرف صوتي ما من ننفذوه فنحاول المده مو نامن نامن ليش حرف لها أجد قبل حرف صوتي إذن نامن يأخذ نجيهن يذهب إش تغنكة إش تغنكة يعني أنا أشرب إش تغنكة إش تغنكة أنا لا أشرب إش تغنكة فاعل تغنكة يعني يشرب تغنكة إش أسي إش أسي إش أسي إش أسي يعني أنا أأكل فاعل أسن يعني يأكل إش أسي أنا لا أأكل إش أسي نشت تمام؟ إذن إش تغنكة أنا أشرب ايش اس انا ااكل ايش هيلفة ايش هيلفة انا اساعد ايش هيلفة نشت انا لا اساعد ايش هيلفة يعني انا اساعد فعل هيلفة يعني يساعد فعل كتير مهم بياخوة حالة داتف هو جر تمام؟ انا اوساعده الطفل انا اوساعده الطفل تمام؟ اللي بعضه ايش زوخة ايش زوخة يعني انا ابحث ايش زوخة فعل زوخة يعني يبحث حرف تسيها تجي قاب حافل وبنلفز خ حرف ز بتجي بعض احرفاتي نلفز زوخة ايش زوخة فعل زوخة يعني ابحث ايش كومة انا اأتي ايش بغاوخة او براوخة ايش بغاوخة انا احتاج فعل براوخة يعني يحتاج هل هي حرف الري او غ حسب المنطقة هي قواعدين غ تمام؟ بغاوخة يعني يحتاج ايش بغاوخة ايش غاوخة ايش غاوخة يعني انا ادخن ايش غاوخة فعل غاوخة او راوخة يدخن ايش غاوخة لايك المتابعة واسلام عليكم الله بركاته